اهلا بكم من جديد حقق المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب ناجاحا كبيرا من خلال عدد المشاركات التي تجاوزت 2500 مشارك من مختلف دول العالم بالإضافة إلى الجلسات والمحاور التي كان لها دور كبير في تعريف المشاركين بكيفية اللحاق بالثورة الصناعية الرابعة في ظل التقدم التكنولوجي والذي سيساعد في دفع عجلة الاقتصاد بالعالم العربي التفاصيل في سياق التقرير التالي لحاجتنا الحقيقية للتعاون والتفاهم حول صناعة أرضية صلبة والاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة التي تجتاح العالم استمرت جلسات ومحاور المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في يومه الأخير بمشاركة وزارية محلية وخليجية لفتح المجال أمام تحول رغمي ناجح ونهوض اقتصادي واسع سعت بمشاركة اليوم في جلسة نقاش مع أخواني معالي وزير التجارة والاستثمار السعودي ووزير الصناعة والتجارة الكويتي في المنتدى في مملكة البحرين وتطرق الحوار إلى الثورة الرابعة الصناعية والتحول الرقمي وكيف ممكن استثمار هذه النقلة النوعية لتهيئة الاقتصاديات المحلية في الخليج في الوطن العربي بصفة عامة كان حوار مثمر وكان نقاش جيد وتطرقنا العديد من التحديات والفرص وإن شاء الله نعمل أن القطاع الخاص يأخذ مبادرة أكبر في استثمار هذه المناسبة هذه البدرة اللي ممكن نجني منها شيء عشان يزرع منها شيء استثمارات أجنبية تخلق هذا وبعدين توعيل شبابنا في الثورة الصناعية الرابعة وأمور كثيرة إيجابية حصلت في هذا المؤتمر وإن شاء الله نبني على هذا المؤتمر والحين الشغل المضبوط يبتدي متابعة ما نجني حين حاليا من خلال المؤتمر بين مباحثات وتفاهمات بين رجال الأعمال والشباب والأفكار التضلعات الكبيرة للمشاركين في المؤتمر والرؤى المستقبلية هذه انطلقت من مملكة البحرين لتضيء الطريق نحو التقدم والازدهار ومستقبل أكثر أمنا نظرا للتغير المتسارع في تكنولوجيا المعلومات الثورة الصناعية الرابعة هي المستقبل هي أمل هذه المنطقة بإذن الله أن تكون في مقدمة الدول والمناطق على مستوى العالم بإذن الله تعالى النمو الاقتصادي العالي في دول مجلس التعاون وبالذات كان المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت من أعلى ثلاث دول على مستوى العالم نمو في عام 2019 وتسهيلا في إجراءات تبسيط التجارة وأعمال التعاون بين رجال الأعمال ويعد هذا المؤتمر تظاهرة اقتصادية كبرى تستضيفها المملكة لتشجيع الاستثمار في الريادة والابتكار في الثورة الرقمية وتعزيز آفاق التعاون العربي ليكون منبرا أساسيا وقاعدة تجذب دول المنطقة نحو التجارة الإلكترونية هذا التفاهم الكبير من قبل المتحدثين في هذا المؤتمر يدل على حرص المملكة ببحث كافة السبل التحول إلى اقتصاد الرقمي الناجح وكيفية الوصول له بطريقة مبدعة وامتكرة يكون رواد الأعمال والمستثمرة العرب هم الأساس لعالمنا العربي طلال نايف لمركز الأخبار تفزين البحرين وبالتزامن مع أنشطتي وأعمال المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب نظم المجلس الأعلى للبيئة فعاليات مؤتمر الاستثمار المستدام لأجندة 2030 في الصناعة الخضراء المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي مؤتمر الاستثمار المستدام للأجندة 2030 في الصناعة الخضراء جاء كمنصة صالت فيها وجالت عنوين وتساؤلات بيئية ارتفطت ارتباطا كليا بطبيعة الاستثمارات الذكية في التكنولوجيا الخضراء والتي لها أفضل المساهمات العميقة في ديمومة محرك التنمية المستدامة وولادة أفكار بناءة في مجال الابتكار والريادة الموجهة خصيصا للدفع بالصناعات الرائدة نحو الإنجاز اليوم دعيني أكبر الشركات الموجودة في البحرين ودعيني خبراء من الأمم المتحدة لتثقيف المجتمع البحريني والصناعات البحرينية حول أفضل ممارسات في هذا المجال وخصوصا لتشجيعهم في الاستثمارات النظيفة اليوم نحن نعيش في عصر أعتقد كل الاستثمارات الموجودة في البحرين غالبيتها صديقة للبيئة وما في أي استثمار يكون موجود إلا بموافقات بيئية من خلال تقويم دراسة الأثر البيئي طرق حديثة طفت إلى السطح أثبتت قدرتها على إمكانية توظيف الصناعات الخضراء في مجال الطاقة تحديدا عندك مشروع تحديث المصفاة مثلا في بابكو من الأساسيات تحديث المشروع هي صناع الخضراء والبيئة فمن الركائد المشروع أنه جميع اللي ننسويه يكون مطابق المصفات العالمية فالمشروع حاليا أكثر من 30% حكاية أخرى تبنى فصولها عبر تبيان الفرص التجارية الملموسة في الاستثمارات البيئية نعم نحسن البيئة لكن هي فرص استثمارية واعدة وديد أرباح كثيرة جدا لكثير من الدول التي اتجهت في هذا المجال لذلك في مملكة البحرين هناك اهتمام كبير جدا بتحسين البيئة وإيجاد فرص استثمارية للشباب وطبعا لما نقلق فرص استثمارية للشباب في هذا القطاع الواعد سوف تقلق فرص استثمارية لشباب آخرين فنحن نحسن البيئة وطبعا من أساسيات المجلس الأعلى للبيئة بالشراكة معنا منظمة الأمم والتحدة للتنمية الصناعية عبر مكتبها لتروية الاستثمار أن هذه الفرص سوف تشاعد في تحسين البيئة للصناعات القائمة والصناعات القادمة وفي نفس الوقت تدور أرباح على المستفيدين من هذه الاستثمارات مواضيع جلسات نقاشية دارت حول كيفية معالجة القضايا البيئية الإقليمية كندرة المياه وإدارة النفايات والتغير المناخي والتلوث إضافة إلى التطرق لموضوع الاستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة والاستثمار في كفاءة الموارد إلى جانب الاسترسال في مناقشة تطبيقات ريادة الأعمال والابتكار في الصناعة الخضراء وغيرها من العناوين ذات الصلة رؤية استشرافية تعي أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء وتقدر فعليا ذلك الدور الذي تلعبه صناعتها في إحداث تأثير إيجابي وملحوظ على حيوية تنمية مستدامة شاملة وتحقيق منفعة اقتصادية عادلة تطال فئات المجتمع ككل التلفزيون البحرين محمد رشادة والآن نترككم مع أسعار صرف الدنار البحريني مقبل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تقدم بدون أي تغيير عن معدل الأقفال السابق مغلقا التداولات عند مستوى 1510 نقاط وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 695267 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 198 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 52 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7932 نقطة بالخفاض بلغت نسبته 0.61% وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 5069 نقطة بالخفاض بلغت نسبته 0.11% وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2650 نقطة بالخفاض بلغت نسبته 0.45% كشفت واثيقة استثمارية سعودية أنه سيتم الأعلان عن النطاق السعري للاكتتاب في الطرح العام الأولي لسهم أرامك السعودية العملاقة للنفط الأحد المقبل والذي سيكون موعدا لانطلاق اكتتاب الأفراد فيما سيكون الأعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في الخامس من ديسمبر المقبل وقالت تشرة إرشادات مقتضبة بدأت البنوك في إصدارها بالمملكة أن من المقرر بدء فترة بناء سجل الأوامر لطرح أرامك السعودية اعتبارا من السابع عشر من الشهر الجاري وسيستمر حتى الرابع من ديسمبر المقبل وعليه سيكون اكتتاب الأفراد بناء على سعر محدد هو النطاق السعري الأعلى الذي سيتب الأعلان عن حينها فيما سينتهي الاكتتاب في الثامن والعشرين من الشهر الجاري النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل الأرباح التشغيلية لشركة توشيبة تقفز بنحو سبعة أمثال خلال النصف الأول من العام المالي الحالي أثار خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتمامات الأسواق العالمية في نهاية آخر التعاملات حيث قال ترامب إن أخطاء الفيدرالي ورئيسه حرمت الاقتصاد والأسهم الأمريكية من مكاسب قوية وأكد الرئيس الأمريكي أنه منذ انتخابه ارتفع مؤشر ستندر أند بورز بأكثر من 45% كما صعد داو جونز الصناعي بنسبة تزيد عن 50% وناسدك بنسبة 60% كما كان للصين أيضا نصيب من الانتقادات حيث قال ترامب إن بكين خدعت الولايات المتحدة لسنوات لكنه ألقى باللوم على الرؤساء السابقين في حدوث ذلك نمت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع خلال شهر سبتمبر الماضي لكن لندن شهدت أكبر وطيرة هبوط في البلاد خلال نفس الفترة وأظهرت بيانات صادرة عن الحكومة البريطانية أن مؤشر أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 1.3% خلال سبتمبر الماضي على أساس سدوي وهي نفس وتيرة الزيادة المسجلة في الشهر السابق له وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار المنازل البريطانية سوف ترتفع بنسبة 1.2% خلال الشهر المقارن والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية قفزت الأرباح التشغيلية لشركة توشيبا بنحو سبعة أمثال خلال النصف الأول من العام المالي الحالي رغم هبوط الإيرادات وأظهرت نتائج أعمال الشركة اليابانية العاملة في مجال الأجهزة الإلكترونية أنها سجلت أرباحا تشغيلية بقيمة 476 مليون دولار خلال الستة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي مقابل 6.97 مليارين في نفس الفترة من العام المالي السابق له ترجمة نانسي قنقر